قبل ما نروح لحلقتنا ونتكلم عن الأشبال وعن قطاع الناشئين بالنادل أهلي دايماً كل حلقة مش هزهق هتكلم دايماً عن أزمة الخطاب حضراتكم فاكرين الخطاب اللي دخل الدرج واستخبه ومحدش عارف كم مصيره ايه هفضل أتكلم عن أزمة الخطاب لما المخطئ يتعاقب بكرة زمانا سمعت اتحاد الكرة المصري بكرة عنده اجتماع مهم وهيكون فيه قرارات مهمة فأنا من النهار ده بفكر الاتحاد المصري لكرة القدم بأزمة الخطاب أرجع لحضراتكم وراء شوية النادل أهلي عمل مؤتمر كبير جداً مؤتمر عالمي كشف فيه كل كواليس أزمة الخطاب وفنت كل الأمور سيادة الوزير أشرف صبحي انتفض من الكلام اللي قاله النادل أهلي عمل لجنة الشفافية من مستشارين محترمين حققوا وراحوا وسألوا في اتحاد الكرة وسمعوا كتير في اتحاد الكرة وسمعوا في النادل أهلي إلى أن لجنة الشفافية أقرت بمسئولية الاتحاد المصري لكرة القدم هو المسئول عن أزمة النهائي أو تحضير النهائي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم دي لجنة الشفافية بناءً علي تخلص اللجنة إلى الآتي أن المسئول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دورة أبطال أفريقيا هو الاتحاد المصري لكرة القدم وذلك لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه الإدارة التنفيذية مين؟ الأستاذ وليد العطار حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقاً للاختصاط المخاولة للاتحاد هو ده اللي قالته لجنة الشفافية اللي احنا عرضناه قدام حضراتكم المخطئ باينه قدام حضراتكم طيب من يوم القرار ده ما صدر كم يوم؟ 12 يوم 12 يوم لجنة الشفافية قالت المخطئ مين؟ والمخطئ ما زال بيمارس عمله المخطئ بعد مرور 12 يوم على تقرير لجنة التحقيق لا يزال الأستاذ وليد العطار مديراً تنفيذياً لاتحاد الكرة أستاذ وليد العطار ده بالعكس اتحاد الكرة المصري أسند ليه مهام أخرى في لجنة شؤون لعبين وكانت لجنة الشفافية أدانة الأستاذ وليد العطار والإدارة التنفيذية في اتحاد المصري لكرة القدم ده كمان أعضاء الاتحاد المصري كابتن محمد بركات شفنا حديثه خلال فترة السابقة الأستاذ محمد أبل وفق وكثير من أعضاء مجلس الإدارة وهم كلهم اعترفوا قالوا احنا ما عرفناش حاجة عن الجواب ده ولا جلنا أي حاجة في اجتماعات شهر فبراير اجتماعنا اجتماعين مفيش حاجة اتعرضت علينا إذا من المخطئ لأستاذ وليد العطار بكرة بفكر حضراتكو سادة أعضاء مجلس ده اتحاد الكرة المصري لكرة القدم في اجتماع مهم زي ما حضراتكو قلته وبكرة في قرارات مهمة أتمنى المخطئ يحاسب ساب